طيب تكلمنا في الدروس الماضية عن الـ functions أو الدوال بالجافرسكريبت حكينا بشكل عام أنه الـ function أو الدالة هي مجرد جزء من البرنامج يقوم بأداء مهمة محددة عند إصداء الدالة أو منادات وطلب الدالة زين تعريف الدوال بالجافرسكريبت كمان شفناه حكينا نستخدم الكلمة المحجوزة function تمام بعد كده نجيب اسم الدالة إذا كان فيه input أو مدخلات نحتاج نرسلها إلى الدالة راح ناخذها كـ arguments ترسل بين أقواس الدالة بعد كده المهمة اللي راح تسويها الدالة راح تكون عبارة مجموعة من الجمل ولازم تكون داخل فيه أقواس متعرجة نقول عنها طبعاً الـ function body أو نقول عنها الـ function block تمام وهنا راح تكون جملة جملتين ثلاث اللي هي عبارة عن الكود اللي انت راح تكتبع عشان يحقق لك المهمة اللي قاعد تسويها الدالة زين كمان حكينا أنه في البرنامج ممكن تعريف أكثر من دالة مش بس فانكشن واحدة تمام فالآن لو تشوف معي عندي الفانكشن الأولى مسميها my first function فكرتها أنه راح تطبع hello على الشاشة وترحب بالـ user عندي كمان دالة ثانية اللي هي طبعاً راح تتزود لي السلري الخاص بالـ user بمقدار 10% تمام الدوال لما انت تعرفها فإيه طبعاً ما تتنفذ يعني احنا مجرد نعرفها فما تتنفذ حتى احنا نسوي شيء نسميه الـ calling أو الاستداع مرادات الدالة إذا كان عندها اسم راح نستخدم اسم الدالة بعدين قوسين صغيرة اللي هي عبارة عن الأقواس أو العملية الخاصة بمرادات الدالة إذا كان فيها parameters راح أنت ترسلها بين أقواس الدالة تمام الأمر الآخر المهم أنه الدوال بالجافة سكريبت راح تراجع لك قيم فكل دالة هنا راح تراجع قيمة لتلاحظوا هذه الدالة الآن ما فيها جملة retain ولكن هي خلف الكواليس راح تراجع قيمة إذا كانت الدالة تبعك لا تحتوي على جملة retain إذا معنات هذه الدالة راح تراجع قيمة undefined أما إذا كان فيها عندك retain معنات الدالة هذه راح تحتسب لي قيمة لاحظوا أرسلت السلري احتسبت بعدين قيمة الزيادة اللي هي أخذ السلري وعدين أضرب في 10% راح أجيب لقيمة الزيادة فارضل لو أرسلت 10% 10% منها راح تكون ألف بيأخذ هذا الألف وبيزود على قيمة السلري آخر شي راح تراجع السلري الجديد فأبيكم تلاحظوا هنا أن الدوال أحيانا نكتب فيها retain وأحيانا ما نكتب فيها retain إذا كان نحتاج الرجع قيمة وهي عادة أن تكون النتائج تبع لعمليات الحسابية يعني بتسوي مهمة تطلع لك نتيجة رجع النتيجة مخلال استخدام الكي وورد أو الكلمة المحجوزة retain تمام؟ مرادات الدوال جدا سهلة كما قلتم قبله إذا كان لاحظوا الدالة تراجع قيمة فبإمكاني أنا استخدام هذه القيمة اللي هي النتيجة أخزنها داخل متغير أحطها داخل F statement داخل For داخل مثلا استداء دالة ثانية مثلا دالة unlocked فبتلاحظوا أن تطلع معنا الدالة بهذا بهذا الشكل لو بتلاحظوا أنه MyFirstFunction حطها أنا بدون جملة إرجائية فالقيمة الإفتراضية اللي راح ترجعها لنا هي Undefined جميع الدوال في JavaScript تترجع Undefined عادة حالة واحدة نسميها Constructor Function نتكلم عنها إن شاء الله مستقبلا لو تلاحظوا أني هنا قاعد أنادي الدالة والقيمة اللي ترجعها هذه الدالة قاعد أطبعها حسنا؟ فلأن الدالة ما عندها ريتين فراح ترجع لي إفتراضيها اللي هي Undefined بينما الدالة الثانية اللي هي MySecondFunction ترجع قيمة اللي هي قيمة السلري بعد زيادة 10% عليه فكانت 10 ألاف احتسبها 10% اللي هي ألف ألف زياد 10 ألف فراحطني 11 ألف عشان كذا رجع لي 11 ألف كقيمة إرجائية تمام؟ ونقدر إحنا نحطها داخل متغيرات اللي أحابين هذا اللي احنا تكلمنا عنه في الدروس الماضي زين الآن راح نحتاج نتكلم عن واحد من أهم الفاهيم الموجودة في الجافرسكريبت إذا لازم أنت تكون عارفة تمام؟ طيب زي ما تشوفوا طريقة إنشاء الدالة بالجافرسكريبت مهم جداً هذا الكلام أنه راح نعطيها اسم هذا النوع الأول من مثلاً طرق إنشاء الدوال ونتعلم إن شاء الله بعدين طرق كثيرة ففرضاً هذه لو كان عندي الدالة مثلاً اسمها ماي فانكشن شغلتها بس تطبع على الشاشة مثلاً كلمة كلمة welcome وكفرضاً كانت هذه مهمة الدالة زين؟ لاحظوا أنه هذه الدالة عندها اسم زين؟ في الطريقة ثانية لإنشاء الدوال بدون اسم نقول عنها الانونمس فانكشن أو نقول عنها الدوال المجهولة الدوال المجهولة هي عبارة عن الدوال اللي يكون ما عندها اسمها هذه نسميها named functions يعني دوال مسمى الدوال الغير مسمى هو نفس الفانكشن اللي انت بتسويها بطريقة عادية ولكن تبدأ تحذف الاسم تبع الدالة هذه الدالة الحين راح تخزنها داخل متغير وبتشوف الآن إيش الاختلاف أو ليش أصلاً نحتاج هذه الطريقة فلان راح أخزن مثلاً هنا راح أقول مثلاً my function أو مثلاً مثلاً f بهذا الشكل لو تلاحظ الآن هذه نقول عنها named function دالة مسمى لأنه عندها اسم نفس الدالة أيضاً تكون ولكن تكون دالة مجهولة بمعنى ما يكون عندها اسم مجهول يعني بدون هوية هوية الدالة هو اسمها فإذا حذفت أنا الاسم فكأني قاعد أسوي anonymous function أو دالة مجهولة الدالة هالمجهولة تأخذها بالكامل تخزنها داخل متغير طريقة مونادات هذه الدوال الدالة الأولى بالطريقة اللي عندها اسم كلكم عارفينها نجيب اسم الدالة وأقواس المنادات اللي هي عملية الـ call على الـ function الدالة الثانية نفس الشيء الآن لو حاط أنا f وكي لما أطبع لكم مثلاً الـ f عشان تلاحظوا هذه الـ f عبارة عن الـ function حقتنا الـ function وهذا هو الـ body الخاص بالـ function هذه الدالة مجهولة ما عندها اسم عشان كده قاعد أطبعني بس الاسم عبارة عن function طيب هنا أبيكم تركزوا على حاجة مهمة جداً استدعاء الدالة المجهولة يكون من خلال اسم المتغير اللي أنا حطيت فيه مع استخدام طبعاً أقواس المنادات فالآن راح تتنفذ هذه الدالتين تمام؟ لاحظوا هذه الدالة الأولى بالطقيقة اللي تعلمناها من قبل وهذه الدالة الثانية لما تكون دالة مجهولة طيب أكيد راح تسألون إنه وش الأختلاف بينها وليش أصلاً إحنا نحتاج الدالة المجهولة بشكل بسيط في الـ named functions لو تلاحظوا معي الـ call أقدر أسوي في أي مكان أنا أحتاج يعني أقدر أسوي الـ call هنا وهذا هو الكلام اللي هم في هذا الفيديو أقدر أسوي هذا الـ call هنا وأقدر كمان أسويه بألالة يعني أقدر حتي أحط الـ call هنا في البرنامج ما عندي مشكلة يظل إيش؟ يظل صحيح طيب إيش السبب؟ السبب يصير من خلال ما يسمى بـ الـ hosting وتكلمنا عنه في موضوع المتغيرات الـ functions أيضاً بالـ javascript يصير عليها ما يسمى بـ رفع الدالة رفع الدالة إيش يعني؟ يعني خلف الكواليس الـ javascript راح تاخد هذه الدالة وتبدأ تطلعها بألالة فتلاحظ دائماً أن الـ call يكون بالأسفل حسناً؟ فإذاً عشان كده مسموح لك أنه أنت أهزة دفل وبرياني أنه تكتب البرنامج بهذا الشكل لأنه أصلاً الدالة هذه راح ترفع بالأعلى سيصير بالإمكاني أنا أستخدمها بمعنى آخر أنه هذه الدالة راح تعرف على مستوى البرنامج بالكامل على مستوى الـ program فبالتالي تقدر أنت من أي مكان أنك أتسوي call كل عليها تمام؟ طيب، لكن هذا الكلام لو تبي تمنع الـ host 10 فيه الطريقة الثانية وهي الـ anonymous functions كما رأيتم قبل شوي أسوي دالة مجهولة من خلال أن يعرف متغير عشان أكدر من خلالها أنادي مثلاً راح أسمي مثلاً my second function مثلاً وأبدأ هنا أحط الـ body فرضاً راح نقول بس إطبعنا على الشيء مثلاً كلمة welcome طيب الآن الشيء المهم أنه الـ hosting ما يصير على هذه الدالة بمعنى لو تلاحبوا الدالة الثانية اللي هي عبارة عن anonymous function هذا الجوز عبارة عن anonymous function تمام؟ لو أبغى أنادي هذه الدالة كيف نسوي من خلال؟ نجيب اسم الدالة اللي هو اسم المتغيل اللي يخزن الدالة وأبدأ أسوي أقواس الـ call بهذا الشكل فراح يضع لي welcome تمام؟ هذه الـ statement لو حطيتها بالأعلى يكون عندي الآن هنا خطأ اوكي؟ إش السبب؟ أنه الـ hosting لما تصير الدالة الـ anonymous ما يصير هذا الكلام يعني هنا مفروض أني أنا ما أقدر أسوي كل على هذا الـ function إلا بعد تعريفها لأنه ما يصير عليها hosting أو ما يصير عليها رفع وهذا هو الاختلاف بين الدالة المجهولة يعني كان الاختلاف أساسي بين الدالة المجهولة وبين الدالة المسمى الدالة المسمى مثل هذه الدالة M ما عندي مشكلة أقدر أنا أناديها من أي مكان أنا أحتاج فلو كان عندها مثلا هذا الـ body وأي جملة كانت أقدر الآن أنادي الـ function M هنا وأقدر كمان أنادي الـ function M هنا إش السبب؟ لأن هنا براح تصير هنا hosting فتصير الدالة بألالة بينما الدالة الثانية لدالة مجهولة ما يمكن أن تضعها قبل الدالة إش السبب لأنه ما تصير عليها hosting فراح يطلع لك type error قاعد يقول لك My second function is not a function دالة مجهولة ولكن لين هذه اللحظة الجاب في السكليوت مو عارفة إنه هذا عبارة عن function إش السبب لأنه ما تصير عليها hosting تمام؟ إذا ما هو الـ function hosting الـ function hosting هو عبارة عن مفهوم إنه لما أنت تعرف دالة هذه الدالة تطلع للأعلى فبالتالي يمكن مناداتها من أي مكان في البرنامج عشان أمنع هذا المفهوم فأحنا نستخدم الـ Anonymous function وش يعني دالة مجهولة؟ يعني دالة ما عندها اسم وعشان أستخدمها أخزنها داخل متغيرة زي ما شفت من قبل شوي ولما أجي أبغى أن أنفذ هذه الدالة أجيب المتغيرة اللي مخزن الدالة وأحط أقواس الـ call عليه وكذا تتنفذ الدالة وتذكر أن الـ hosting ما يطبق في الـ Anonymous function تمام؟ طيب فيه كمان طريقة ثالثة للتعامل بالـ functions أحيانا تحتاج أنت تسوي دالة لما تتعامل مثلا بالـ JavaScript مثلا في موقع أو شيء تحتاج أن هذه الدالة تتنفذ تلقائيا فعشان كذا نقدر إحنا نسوي دالة مجرد أنه يتحمل برنامج الـ JavaScript في البراوزر تلاحظ أنه يتنفذ أو تتنفذ هذه الدالة مباشرة بدون ما أسوي أنا عليها call أوكي؟ تعالوا شوف فكرتها اللي هي تتنفذ من نفسها طريقة إنشاها جدا سألة زي هذه أي دالة عادية بس هذه الدالة تكون طبعا بدون اسم ما أحتاج الاسم كون أصلا ما راح أنادي أوكي؟ أبدأ أحط الـ state مثلا راح نقول Welcome أوكي؟ من المهم جدا أنه تأخذ الدالة بالكامل وتحط حولها أقواس صغيرة بهذا الشكل تمام؟ الآن أنا أكون عرفت الدالة بس ما بعد خليتها تتنفذ لما تبغى تتنفذ الدالة فأنت تحط أقواس المنادات صح؟ اللي هي القوسين الصغيرة نأخذ القوسين الصغيرة حق المنادات زي لما كنا نجي قبل شوية نقول my function هذه أقواس المنادات تأخذها وتحطها قبل القوس تبع الإغلاق بهذه الصورة الآن من أسوي save تلاحظون أن هذه الدالة تتنفذ تلقائيا أوكي؟ فهذا هو المقصود بالـ functions التلقائية يعني تتنفذ من نفسها بدون ما أنه أنت تجي وتسوي عليها اه كول صريح لو كان عندي فانكشن ثانية مثلا my second function أوكي؟ هذه الدالة الحين named function أوكي؟ لاحظوا ما راح تتنفذ يعني هنا راح تتنفذ مثلا الدالة هذه الثانية ما تتنفذ لأنني ما سويت عليها call للحين بينما الدالة الأولة الـ call اللي هنا حاط أنا تلقائي يعني تتنفذ من نفسها فلو أبغى أن نفذ الدالة الثانية لازم أنا يجي أقول my second function أوكي؟ تمام؟ فوقتها اللي هي my أو my أو أو أوكي بهذا الشكل تمام؟ هنا الآن تتنفذ الدالتين كلها فإذا للحين قاعدت تتعمل الدوال المجهولة والدوال تلقائية التنفيذ طبعاً في أشكال ثانية بنتعرف إن شاء الله عليها بعدين خصوصاً الـ function expression اللي طلعت فيه لكن أحتاج أنك تفهم في هذا الفيديو بالكامل إيش المقصود بالدوال المجهولة والدوال المسمى إيش الأختلفات اللي بينها وأيضاً الدالة اللي هنا الدوال هذه هي عادة أن تكون نقطة تشغيل البرنامج يعني أنه أول ما يتحمل الـ javascript أبيه يتنفذ فعادة أن تكون نقطة بداية البرنامج إذا تحتاجها فممكن حتى تنادي by the way دالة من دالة الثانية هنقدر إحنا نقول اللي هي الـ function الثانية حقتنا أوكي أسوي الـ call مباشرة من هنا فبتلاحظ أن هذه الدالتين تنفذ يعني هذه الدالة هي تعتبر نقطة بداية البرنامج خليتها إيه يتسوي call على الدالة الثانية فلاحظوا أنا للحين ما سويت أي call هنا أوكي بإمكانك تحط الدالة الثالثة دالة الرابعة وتخلي البنامج وهو من نفسها يتنفذ به الكامل أوكي إذن هذا عبارة عن فكرة الـ hosting named function anonymous function دالة مجهولة وكذلك يعني دالة تلقائية التنفيذ زين الدوال تقدر تنادي بعضها البعض من خلالك أنت تحط جملة الاستداء داخل الـ function في جميع الدوال سواء كانت anonymous أو سواء كانت تلقائية التنفيذ أو غيرها تمام؟